والواحد بيبقى فخور جداً بالشباب مصر اللي موجودين بيدرسه بره واللي موجودين جوه ولكن مجموعة كبيرة جداً موجودين بيدرسه في روسيا طب بشري طب أسنان هندسة تخصصات مختلفة بحييهم وبشكرهم وهم بيتابعونا من روسيا مجموعة أخرى من شبابنا أيضاً بيدرسه في أوكرانيا على مدى اليمون اللي فاتوا كانوا بيكلون معايا مجموعة تانية وثالثة وربعة سودان مجموعة ثالثة وخمسة من كندا بعتولي مجموعة أخرى من الكويت بعتولي مجموعة ثالثة وخمسة من السعودية بعتولي مجموعة موجودة دول كتير جداً ناس عملة تبعت لنا اندونيسيا أيضاً بالي كتير بقول لحضركم ناس عملة تبعت لنا حاجاتك عشان يا جماعة رجعونا البلد احنا عايزين نرجع بلدنا شبابنا الدارسين اللي موجودين في روسيا عندهم مشكلة روسيا العداد بتزيد زي ما كلمني أحد شبابنا النهاردة بيادرس في كليات الطب قال للعداد بتزيد احنا في المدينة الجامعية أو في السكن يعني السكن نقدر نقول عليه كده السكن ده ممنوع حركة حد الشي قدر يتحرك بيديك توقيت معين تروح تاخد الأكل تجيب حكتك وترجع لو اتأخرت بيمنعك وممكن ياخدوا اجراءات عقابية قاسية ضدنا قال قاعدين في حالة رعب لان احنا تقريبا تلتمية ربعمية واحد في السكن الجامعي ده قال من جنسيات العالم من اختلف دول العالم وقال الرعب اللي عندنا احنا من جنسيات كتير وما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل لقدر الله ولو واحد اصيب كل الناس دي هتوصاب فقال رجاء عايزين نرجع بلدنا تواصلوا مع السفارة المصرية وشكر بصراحة جدا في السفارة قال مجرد تواصلنا معهم خطبناهم على اتصال بيهم وتواصل معهم خطبوا الجامعة بتاعتهم انه عايزين نرجع مصر وتكون دراستهم عن طريق الانلاين لانه طبعا كله دلوقتي الدراسة عن طريق الانلاين فخطبوا الجامعة والجامعة ردت عليهم قال لكن هم عندهم لانه قال لو ممكن يحصل هم عندهم امتحانات دلوقتي وقال النهاردة تحديده انا بتكلم معاه قال لي معلش عندنا امتحانات وكده فخطبوها رسميا عشان الاجراءات اللي بتتم فهم نداءهم للبلد زيهم زي اللي كله بتكلم حضراتكم عايزين نرجع بلدنا عايزين نرجع بلدنا احنا الوضع عندنا صعب في الروسيا وقالوا ان احنا طبعا تأشيرة طلبة دراسة مش تأشيرة لكذا وبالتالي نقدر بالتأشيرة دي تسمح لنا بان احنا نرجع ونتعامل مع الجامعة من خلال الانلاين ونكمل دراستنا على الاقل الفترة القادمة زي ما عتم كالمفترض يبقى حد فيه مداخلة معنا النهاردة ممكن نخليها البكرة ان شاء الله اشتركوا في القناة